بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع قناة درس الرياضيات أونلاين قناتنا دعوة العلم دعوة المعرفة النهاردة هنقدم فكرة عبقرية جدا وهي فكرة الطرح هنطرح من مية وهنطرح من ألف طيب إيه فكرة النهاردة؟ إننا هطرح من غير مستخدم خطوات الخطوات هستخدمها بعقلي هستخدمها بدماغي عن طريق النظر تعالوا كده عشان ما نطولش في الفيديو نشوف إزاي هنعمل عملية الطرح مع المية ومع الألف عن طريق الحساب الذهني بس أهم حاجة لو عجبك الفيديو اعمل لايك اعمل شير اعمل اشتراك عرف أصحابك عرف أصدقائك باسم قناتنا قناة درس الرياضيات أونلاين نشوف مع بعض أول مسألة مية نائس 43 بصي بقى الحساب الذهني هنعمل إيه 43 عبارة عن أحد وعشرات الأحد تلاتة والعشرات أربعة تمام خل الأحد واطرحه من عشرة يعني لو قلت عشرة نائس ثلاثة كام سابعة طي والأربعة تطرحه من تسعة اللأربعة لما نطرحه من تسعة أنا هنقول تسعة نائس أربعة خمسة طلعي النتج عندي كام سبعة وخمسين الفكرة لسه مش واضحة طب ناخد مسألة كمان مية نائس ستة وخمسين الستة وخمسين عندي ديت أحد وعشرات خلت الأحد الستة واطرحها من عشرة عشرة نائس ستة كام أربعة طيب والخانة اللي بعدها اللي هي خانة العشرات هنا موجود فخمسة أطرحها من التسعة يعني أقول تسعة نائس خمسة تسعة نائس خمسة كام أربعة طلعي النتج عندي كام أربعة واربعين هذه الحساب الزهني بحل بسرعة جدا ومن غير مجهود ومن غير خطوات طب ناخد مسألة كمان مية نائس سبعة وتمانين تعالوا كده أدى عندي السبعة هي الأحد والتمانية هي العشرات أخذ خانة الأحدية واطرحها من عشرة أقول عشرة نائس سبعة كام تلاتة تمام طيب وخانة العشرات أطرحها من تسعة يعني أقول تسعة نائس تمانية تسعة نائس تمانية كام واحد طلع عندي الناتج تلاتاشر تمام كده طيب ناخد مسألة بقى كمان بس المراضي هيبقى الألف هنتعامل مع الألف طيب تيو كده نشوف لما نيجي نطرح أي عدد من الألف إيه الطريقة هي نفس الطريقة بالزبط بتاعته المية بس الفرق عندنا إن العدد ده تمام كده اللي احنا طبعا بنستخدمه مع الألف يعني بقول ألف نائس مئتين تلاتة واربعين طبعا أكبر من العدد اللي هو اللي كنا بنستخدمه مع المية ليه عند العدد هنا عبارة عن تلات خانات أحد عشرات مئات لكن هي نفس الفكرة نبتوقو كده نشوف مع بعض نفس الفكرة ومنفس الخطوات مع عدد أكبر نشوف كده ألف نائس تلاتة واربعين الأحد كام تلات هتطرح برضو من العشرة يعني هتقول عشرة نائس تلات عشرة نائس تلاتة كام سابع طب وبعدها طب نشوف خانة إيه العشرة بقى هتطرح من التسعة برضو هتقول تسعة نائس أربعة طب تسعة نائس أربعة كام خمسة طب والخانة اللي هي بتاعت المئات برضو هتطرح من التسعة تقول تسعة نائس اتنين تسعة نائس اتنين سبعة طلع عندك الناتج سبعمية سبعة وخمسين نبناخد كمان مسألة مع الألف ونشوف 1000 نائس خمسمية ستة وثلاثين هنبص كده أحد عشرات مئات فين الأحد الستة اطرح من العشرة هنقول عشرة نائس ستة عشرة نائس ستة كام يبقى ليه أربع بعد كده خد خانة العشرات اطرح من التسعة هتقول تسعة نائس تلاتة كام ستة. تب وخانة المئات عندي خمسة اطراحها من التسعة برضو. يعني هتقول تسعة ناقص خمسة كام اربعة. هيطلع عندك الناتج ربع ومية اربعة وستين. عن طريق ايه? عن طريق الحساب الزهني. الخطوات بنعملها في دماغنا. ما بنعملها بالورقة والألم. بس بنكتب الناتج. ناخد مسألة كمان عشان نفهم الفكرة العبقرية جديدة وتسبت في دماغنا. ونضيف لأفكارنا معلومات جديدة وافكار عبقرية تساعدنا على فهم المادة الرياضيات واللعب بالأرقام. نشوف كده المسألة اللي جادي. الف ناقص 835. بص يا حبيبي انا بقول كام الف هو ناقص كام 835. خمسة احد تلاتة عشرة تمانية مئات. فين الاحات الخمس اطرحها من العشرة يبقى نقول عشرة ناقص خمسة كام? يبقى قلناه خمس طب والعشرات العشرات بقى نطرحها من التسعة نقول التسعة ناقص ثلاثة كام? ستة. تبقى المئات اطرحها من التسعة برضو تقول تسعة ناقص تمانية واحد طلع عندي الناتج 165. نبناخد مسألة كمان يا مصطر عايزين نفهم الفكرة دي اكتر ناخد كمان مسألة. الف ناقص ستمية تنين واربعين. نفس الفكرة. عندي هنا ايه? ستمية تنين واربعين. احد عشرات مئات. ما فيش مشكلة فين الاحد? عندي الاتنين. نطرحها من العشرة يعني نقول له عشرة ناقص اثنين. عشرة ناقص اثنين كام? تمانية. طب والباقي عندي هنا العشرة تطرح من التسعة. يبقى نقول تسعة ناقص أربعة خمسة. طب والمئات يا مصطر عندي ستة اطرحها من التسعة برضو يبقى نقول تسعة ناقص ستة تلاتة. طلع عندي الناتج تلتمية تمانية وخمسين. شوف احنا حلينا كم مسألة طرح فيه سوان معدودة. يعني في حوالي خمس دقايق ونص تقريبا. ده مع اضافة وقت الشرح كمان. لو مش كده ممكن تتحل في دقيقة بالزبط او دقيقة ونص. عرفتم الفكرة النهاردة? فكرة عبقرية. فكرة رائعة. للطرح من طبعا مع المية ومع الالف. طبعا ممكن الطريقة نستخدمها دي مع ايه? مع العشر تلاف ومع المية الف ومع المليون كمان. بس احنا بنستخدم الارقام المعروفة الارقام اللي احنا بتقابلنا في الكتاب. لكن انا ممكن قدم لكم برضو العشر تلاف هنستخدم الفكرة. واللي برضو المية الف نفس الفكرة والمليون نفس الفكرة. يعني انا بسميها عملية الطرح مع الاعداد الصفرية. اللي هي المية والالف والعشر تلاف والمية الف والمليون هي نفس الفكرة. لو عجبكم الفيديو يعملوا لايك يعملوا شير اعملوا شتراك في القناة بتاعتنا حتى يصلكم كل جديد وانتظرونا دايما مع افكار رائعة افكار رابكارية افكار دايما جديدة بحد يقدم الافكار دي غيرنا قناة درس رياضيات اونلاين قناتنا دعوة للقلم دعوة للمعرفة شجعونا يدعموا القناة بتاعتنا عشان نكبر لان القناة بتاعتنا دي مش هتكبر الا بيكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد وفكرة رائعة بقرية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة